النهاردة هنتكلم عن احدى عمليات الفصل. الفصل اللي هو separation واحنا عارفين ان في الهندسة الكيميائية معظم المصنع بيكون عبارة عن separation بعده separation separation units يعني. زي مسلا انك تبتدي يكون عندك distillation او عمليات تقطير بعدها absorption بعدها absorption ممكن يكون عندك solvent extraction كل دي صور من صور عمليات الفصل. الصورة اللي هتهمينا النهاردة هي عمليات distillation. و distillation بيقولوا عليها الكور بتاع unit operation او عمليات separation. الكور يعني القلب او الجوهر هي الحاجة اللي بتكون اساسية دايما وموجودة. ليه بقى? احنا عندنا الصورة اللي قدامنا دي بتعبر عن حاجة اسمها simple distillation. simple distillation دي ابسط صورة من صور distillation. تمام? distillation. اوكي? ليه? احنا مثلا لو فرضنا ان رقم خمستاشر ده بيعبر ان احنا عندنا وليكن او اتنين سوائل. اللي اتنين سوائل طبعا ليهم شروط بس انا عايزة افصلهم عمليات. طيب ايه الشرط بتاعهم? ان السائلين اللي عندي دول يكون فيه فارق ما بينهم فارق يعني delta ما بينهم في او درجة الغليان. يبقى اللي هي البويلينج او اللي هي الدرجة بتاعي الغليان هي الدرجة اللي بتتحول عندها المادة من الصورة السائلة. الا الصورة البخارية او الصورة الغازية. البخارية لو في لو احنا اللي عندنا مية او الصورة الغازية لو عندنا اي حاجة تانية. طيب فاحنا عندنا كده محتاجين اتنين او اكتر ممكن يكون اكتر يعني على اقل لازم يكون اكبر من اتنين عايزين نفصلهم عن بعض. طيب هل لازم يكون لو جينا فتح ناويبيديا مسلا او كزا هللاقي ان انت مش لازم يكون عندك اتنين انت لو فصلت مسلا لو عندك او ملح طعام عادي جدا ومعايا مية وعايز تفصل الاتنين عن بعض بحيث ان انت مش هتبخر المية وتسيبها تتبخر لا انت هتجمع المية دي. فدي احدى عمليات الفاصل. فبالتالي احنا هنا مش بنفس الايه مش بنفس السائل عن سائل احنا بنفس ملح صورة صلبة عن سائل. تمام كده? وفيه فرق ما بينهم في البويلينج بوينت او في درجة الايه? درجة الغلايا. فاحنا بالتالي هنا عندنا مادتين. فهنبتدي نسخن هنا الده هيتر او اه مسخن الحاجة بتسخن يعني. فهتبتدي تدينا حرارة وبعدين هتبتدي المادة اللي درجة الغلايا بتاعتها يقال هتغلي الاول. فبالتالي هيتدي تتبخر تتبخر. وعندنا ده ترمومتر عمال يتابع درجة ترمومتر عمال يتابع درجة الحرارة بيقص درجة الحرارة ويشوف لنا احنا وصلنا للحرارة كامل. وبعدين المادة اللي هي درجة غالانها اقل او التطاير بتاعها اكتر كلمة التطاير اللي هي ودي من اكتر الحاجات اللي مشهورة في عملية التطاير ان في مادة بتطير اسهل من التانية فبالتالي المادة اللي بتطير اسهل دي هتتبخر الاول وبعدين هتبتدي وهي سخنة كده تدخل على مية بردة اللي داخل هنا ماء بارد المية البردة دي هتبتدي تعمل هنا تكسيف يعني العملية اللي هنا دي هي عملية تكسيف وبعدين المية تاخد الحرارة من آآ من المادة اللي عندنا اللي تبخرت دي وتطلع مية سخنة وبالتالي المادة اللي عندنا دي اللي فقدت الحرارة بتاعتها الحرارة اللي هي بتفقدها اسمها الكيو ليتنت ليتنت هيت لم ايه هي الكيو ليتنت دي احنا ننفرع بس خلينا نغطي الجزء ده الكيو ليتنت لو انت عندك مادة عند درجة الحرارة بتاعتها عند الفيبر وحولتها عند نفس درجة الحرارة دي لليكويد فانت كده ما خسرتش منها غير حرارة اسمها حرارة اللي يتنت. الحرارة دي هي الحرارة اللي بتحول المادة من صورة الى الصورة الاخرى. من غير ما نغير في درجات الحرارة. فانت بالتالي الدرجة الحرارة ممكن ما تتغيرش عندك. طيب لو اتغيرت يبقى عندك كيو سنسبل. سنسبل دي اللي هي لأ فيه عندنا تغير في درجات الحرارة. يبقى ليتنت تتغير في الايه? في الصورة الفيزيائية. تحولت من سائل لصلب مثلا. او من صلب الغاز. تمام? طيب الكيو عبارة عن ايه? هنا يبقى فيه تغير في الحرارة. فممكن المادة اللي عندنا لما بتعدي في التكسيف دي تتحول لصورة تانية. وبعدين تبتدي تتكسف ايه? تتكسف عندنا. فبالتالي هيتبقى هنا المادة اللي درجة غلايانها اكتر. وهيعدي عندنا هنا المادة اللي درجة غلايانها اقل. طيب. كل الكلام ده عايزين منه ايه? عايزين نعرف ان ده عبارة عن دي اول حاجة. العملية اسمها تانية حاجة هي عملية من عمليات الفصل. بتتم على اساس الفرق ما بين او يعني دي ممكن تبقى قلنا ايه? ممكن يكون صلب. فاحنا عندنا او مادتين على اساس الفرق ما بينهم في درجة ايه? في درجة الغلايان. تمام? او بلغة ثقافية اكتر فرق ما بينهم في ايه? في لان هي اصلا اللي بتتحكم في درجة الغلايان. فهي الاساس اصلا. طيب. احنا عندنا لكن في المصنع لما تدخل مش هتلاقي الموضوع خالص. انت هتلاقي الموضوع اللي عندك اسمه ديستيليشن. طيب ايه هو او التقطير التجزئي هي برضو عملية فصل. بس مش بيكون عندك اتنين ولا تلاتة بيكون عندك العدد بتاع اللي انت عايز توصلها كبير جدا كبير جدا الرقم عالي. تمام? فبالتالي انت مش عملية الفصل ان انت تحط المادتين مع بعضة وتسخن واحدة والتانية تتبخر وكده ده مش هينفع. انت محتاج عملية فصل معقدة. فبتفرق عن في عدة حاجات. اول حاجة بيكون في حاجة اسمها تمام? احنا هنجيب صورة دلوقتي بس خليها نعرف الفرق الاول. بيكون فيه في في بيكون في في الفراكشنال ديستليشن كوندنسيشن او كوندنسر. الكوندنسر ده هي او المكسف. ايه هو المكسف ده? هي مادة بتحول لنا الحالة البخارية الى الحالة السائلة. وممكن تحول كل البخار كل البخار اللي طلع عندك تحوله لسائل. فبالتالي العملية دي هيبقى اسمها توتل كوندنسيشن. طيب او في حالة تاني. انه جزء من البخار. انه فيه جزء بس. جزء من البخار. يعني مش البخار كله. هيتحول لايه? هيتحول لسائل. في الحالة دي اسمها ايه? اسمها برشن او جزء كوندنسيشن. يعني عملية تكسيف ايه? عملية تكسيف جزء ايه. تمام? فاحنا بالتالي عندنا او صواني. تمام? صواني فاصل. وعندنا مكسف. عندنا ايه الفرق كمان? عندنا بيكون فيه حاجة اسمها الريفلاكس. الريفلاكس ده بالبلد كده حاجة هترجع لنا تاني. حاجة هترجع تاني للبرد. وبترجع منين? بترجع من المكسف. طيب وهنعرف في ازاي بعد كده. رقم اربعة وده الفرق الاخير ان فيه في في الفراكشنال ديستيليشن وبيفرقها وجود ريبويلر. الريبويلر ده او غلاية او حاجة بتسخر. تمام كده? بحيس ان هي تحفظ لنا على الحرارة بتاعة البرد. طيب خلينا نشوف بقى صورة للفراكشنال ديستيليشن. احنا اتنقلنا من حاجة بسيطة لحاجة معقدة. الصورة بتاعة الديستيليشن ده مش برقي ديستيليشن. هو احنا بقى دلوقتي لما نقول ديستيليشن في الهندسة الكيمياء. معناه ديستيليشن. ده احنا ما بنستخدمهش اساسا الا في اللابس كالي يعني لو انت شغال في المعمل. لكن لو انت شغال في المصنع فانت بقى يستنسى ده وتبتدي تركز بقى في اللي هو عبارة عن ايه بقى? احنا عندنا ده الكولوم او ديستيليشن كله. او ده اللي هو اسمه برج التقطير. وعادة في مصانع خاصة البترول بيكون في معظم الوقت احنا بنتكلم في تمانية وتسعين في المائة من الحالات لازم يكون في برج التقطير. تمام كده? طيب. ايه اللي جوا دي دي الصواني او التريز اللي احنا قلنا عليها? ليه الصواني او التريز مهمة? دي رقم واحد احنا قلنا عندنا التريز او اللي هي الصواني. الصواني دي تعتبر اهاني مكون داخل الديستيليشن كلوم. ودي اصلا اللي لعبة يعني ديستيليشن كلوم ده مر بمراحل كتيرة جدا جدا. يعني لو في كتاب تاريخ كامل بيتكلم عن تطور ديستيليشن كلوم. هتلاقي اكتر حاجة كانت بتتغير فيه هي الصواني. ليه الصواني كانت بتتغير? لان هي اصلا اللي بيحصل عليها عملية الكونتكت او الاتصال اللي بي اصلا بيقدي الى عملية السيباريشن. فنسأل نفسنا سوي هو ليه بيحصل عملية سيباريشن في الديستيليشن كلوم? باختصار علشان الديستيليشن كلوم عليه صانية. فيه صانية ايه. تمام? صانية لايك الصانية اللي احنا عارفنا. دخل صانية مدورة كده. هنعرف تفاصيلها بعد كده بس هي صانية مدورة. بيحصل عليها ان فيه سائل نازل من فوق. بيتقابل مع بخار طالع من تحت. البخار عادة بيتحرك عكس الجاذبية. والسائل بيتحرك مع الجاذبية لتحت. بيحصل عليها حاجة اسمها كونتكت. الكونتكت ده هو اساس عملية الفصل. لان بسببه بيحصل حاجة دي. يعني انتقال للمادة من واحد منه. من الليكود مثلا من الفيبر او من الفيبر الليكود. والحاجة التانية المهمة ان بيحصل هيت ترونسفير. والهيت ترونسفير ده من الحاجات اللي هي اساسية في تحديد كفاءة الايه? كفاءة البور. تمام? فاحنا عندنا الصواني مهمة هي اساس اصلا عملية التقطير. وبالتالي بيحصل عملية اتزان كيميائي اتزان للكتلة والتزان للحرارة على سطح الايه? على سطح الصواني دي. طيب احنا الصواني عندنا دي رقم واحد. طيب في ايه تاني موجود? لو جينا بصينا على رقم اتنين قلنا اللي هو الكوندنسر. فين الكوندنسر ده هنا? احنا بصوا فيه كولنج جيوه ترهوت. مية دخل عشان تبرق. موجودة فين في الكوندنسر. يبقى احنا عندنا كده اول حاجة كولنج. واهم حاجة فيه من جهة الصواني. وهنعرف الصواني بتتكون من ايه دلوقتي? طيب. وبعد كده احنا عندنا الريفلكس. الريفلكس ده الكوندنسر بكتالي. لما ناخد جزء من المادة اللي احنا مساخنا هنا. وليكن ان الفيت عندنا بتروي. بترويليم فيد. تمام كده? طيب داخل عندنا بترويليم فيد. وبعدين البترويليم فيد ده سخن. فاول ما بيدخل الفيبر بيطلع لفوق. او البخار بيطلع لفوق. والليكود بينزل لتحت. تمام كده? طيب. الفيبر اللي طالع اللي فوق سخن ده. سخن سخن سخن. فيه شو? جزء ممكن يتكسف. فيه جزء مش طالع في مكانه. فبالتالي بنعديه على مكسف. او كندنسر. فالكوندنسر ده بيبتدي يبرد. وبالتالي لو فيه حاجة ممكن ان هي يحصل لها تكسيف هتتكسف وترجع تاني للبرج ونسميها طيب. وبغير كده الجزء لا الجزء الباقي ده برودكت عادي. فبيطلع في صورة او المنتج العلوي. او اللي بيتسحب من فوق. طيب بعد كده اللي عندنا نازل نازل نازل. بس بقى خدمة شوية فيبر. فبالتالي وهو نازل كده هنبتدي نسخنه في حاجة اسمها ايه? ريبويلر. ريبويلر ده اللي هو رقم اربعة اللي اتكلمنا عنه من شوية. يبقى احنا كده عندنا رقم اتنين الكوندنسر. رقم تلاتة الريفلوكس. رقم اربعة الريبويلر. الريبويلر ده بيكون بياخد جزء من الليكود اللي موجود تحت او اللي بنسميه ويسخنه. ولو فيه طالع مش في مكانه. بيبتدي يرجعه تاني ويسحب من تحت حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها بوتن برودكت. تمام كده? فاحنا بالتالي عندنا وعندنا الكوندنسر وعندنا الريفلوكس وعندنا الريبويلر او الريفلوكس بس. احنا اهم حاجة عندنا قلنا اللي هي الايه? لان بيحصل عليها ماس وهي الترونسفير. انواع. في منها نوع اسمه بيرفوريتد. وكلمة بيرفوريتد دي بتيتقال على اي حاجة مخرمة. تمام? والنوع التاني اسمه بابل كاب. وده ليه شكل واحد وهو عبارة عن حرفيا كاب محطوط على يعني لو احنا عندنا صجب كده يبقى له رقبة وتحط عليه كاب يبقى ده اسمه بابل كاب. طيب البرفوريتد ده اي حاجة فيها صقوق. تمام كده? سواء الصقوق دي متغطية او متسابة مفتوحة. متغطية بس الغضاء ده ممكن يتفتح لو طبقنا عليه ضغط. او انها مفتوحة صدح مدح كده اي حاجة ايه? اي حاجة تعدي منها. طيب. لو جينا بصينا على الصناعات اللي موجودة دلوقتي هنلاقي ان عشرة في المية منها بس بتستخدم البابل كاب. لكن تسعين في المية من المصانع اللي موجودة على المستوى العالم. بتستخدم البابل كاب اقدم بكتير من البابل كاب وهو ده اصلا اللي كان شائع ومستخدم. احنا بنتكلم مسلا لحد الخمسينات. لحد الف سمائة وخمسين مسلا. كانت الناس بتستخدم البابل كاب. في بابل كاب لسه شغال لحد دلوقتي. موجود وشغال والكفاءة بتاعته كويسة. بس هو في مشاكل. وليه برضو مزايا. الناس كانت بتستخدم البابل كاب زمان. عشان زي ما نشوف بعد كده كان بيعمل كونتكت كويس. لكن هو بقى في مشاكل في الايه? في خلينا بقى نشوف التريز شكلها ايه? بعيدا يعني هي دي الانواع بتاعتها. خلينا نشوف بقى شكلهم في الحقيقة. لو احنا جينا بصينا هي كده هنلاقي ده الكاب اللي احنا بنتكلم عليه اللي انا بحدده باللون اللابة لده. تمام? طيب. فده اسمه بابل كاب تري. دي البابل كاب. وممكن تدوره على الفيديوهات على النت موجود يعني صور كتيرة خاصة من ايه. بتتكلم عن ايه هي اكاديمي عن ازي اصلا هي بتشتغل. طيب. لو جينا بصينا بقى ازي هي بتشتغل? احنا قلنا الفيبر بيطلع لفوق. والليكود بينزل لتحت. صح كده? فاحنا عندنا الفيبر جاي من الصينية. ادي دي صينية اللي احنا بنتكلم عليها اللي فيها كنتك. تمام? فاحنا لو جينا بصينا هنلاقي الابخرة طالعة الفوق. دي الابخرة. والليكود زي ما احنا شايفين موجودة هنا اصلا على الصينية. تمام كده? يعني الصينية اللي عندنا اها شايلة الليكود عليها من فوق. تمام? والفيبر طالعه. فاللي بيحصل ان الفيبر ده اسمه رايزر ده. فالفيبر بيبتدي طالع موازي كده للريزر اللي عندنا او المادة يعني موازية العملية الرافة. تمام? وبعدين تبتدي تلف يحصل معاليكود. شايفين الكونتكت بقى احنا عايزين نعمل الكونتكت ده بالاخضاء. شايفين الكونتكت ماشي ازاي? كل ده كونتكت معاليكود. فالميزة بتاعة البابل كاب ان هي بتعمل جد ده افضل كونتكت ممكن تاخده من اه من اي تري هي البابل كاب تري لانها بتدي كونتكت قرية عالية جدا. واصلا الصواني معمولة عشان نعمل كونتكت عشان يحصل ماس وهي طيب ايه بقى العيوب? احنا عندنا الضغط هو ايه اللي بيخلي الفيبر يتحرك من تحت لفوق عكس الجاذبية? ان فيه ضغط عالي ان الضغط بتاعه كان عالي وان الضغط فوق العيد. فبالتالي طبعا غير الكسافة بس احنا بنتكلم هنا عن ضغطات. يبتدي يتحرك من اسفل لاعلى. فالضغط بتاعه مسلا لو هنا عشرة فاحنا متوقعين ان هو مسلا بالكتير هيقعد يتكسر يتكسر ممكن يبقى تسعة. لكن في حالة البابل كاب تري احنا الضغط عندنا بيقل من عشرة احنا بنتكلم لحد خمسة. ليه بقى في دلتا بي او نسميها بريشر دروب او خسارة في الضغط عالية لان انت عندك الفيبر بيمر وبيتخبط في حاجات كتيرة. الدروب دا بيحصل نتيجة التصادمات بتاعة الفيبر مع حاجات كتيرة جدا. انت عندك الرايزر وبعدين هيلف. كل دا بياخد من الايه من الضغط. فاحنا عندنا البابل كاب بتدي توتا ال كونتكت. والموضوع بتاعها معقد شوية بس هي بتعمل مشكلة كبيرة في حوار البريشر دروب. تمام? طيب. ده بالنسبة للبابل كاب تري. طيب. اللي بعد كده ده اللي هو المخرم ده اسمه سيف. خلينا نجيبلون واضح. اس اي اي في اي. السيف تري. او لما تلاقي تري قدامك عامها زي المصفق هي حرفان مخرمة وما فيش اي حاجة تانية. يعني الفيبر جاي من تحت كده طالع. والليكود المفروض انها بتكون شايلة. طب ما هي ازاي هتكون شايلة الليكود هنا كده. وما بينزلش. عشان الضغط بتاع الفيبر اللي طالع قادر ان هو يشيل الليكود. قادر ان هي ما تلايكش وما تلايكش يعني ما تسربش. تمام كده? ده شكلها. طيب بتشتغل ازاي? السيف تري عبارة عن التري اللي هي الصينية. تمام? بيكون عليها الليكود من فوق. ده ده الليكود بتاعنا اهوت. والفيبر جاي من تحت. دي النورمال اوبريشن. او العمليا العادية خالص. الفيبر جاي من تحت. والضغط بتاع الفيبر قادر ان هو يشيل الليكود. ولما يوصل للصينية يحصل كونتكت. ويحصل ماس. او ام. وهيت اللي هي كيو ترانسفير. ويحصل كونتكت ما بينهم. والسيف تري هي اكتر نوع منتشر جدا في البرفريت التري. تمام? طيب. هي ومعها حد تاني اوه. معها نوع تاني اسمه الفالف. طيب. النوع ده اسمه الفالف. الفالف ده عبارة عن ايه? عبارة مش احنا عارفين ان عبارة عن صجب كده بس. والليكود بيبقى متشال بالضغط بتاع الفيبر اللي طالع. دي بقى عبارة عن وليه غطى. بس غطى قابل ان هو يتفتح. تمام كده? زي ما احنا شايفين هنا شايف يعني دي حاجة غطى بيتفتح. تمام كده? لو جينا بصينا هنا. ده. الغطى ده لو نورمال فيبر طالع. احنا عندنا الليكود موجود دي الصانية اهي. كل الخط اللي ازرق ده كله هو الصانية. واحنا عندنا الفيبر طالع من تحت وفيه موجود عليها من فوق. لو الفيبر اللي عندنا طالع نورمل فاحنا عندنا هي هتفضل هتفتح جزء منها. جزء كافي ان هو يعدي الفيبر من غير ما يحصل فيه دروب عالي او خسارة في الضغط عالية. ويحصل كونتك تعمال ليكود ويحصل ماس ترانسفير وهي الترانسفير عالي جدا. الابريشة بتاعنا هتبقى تمام. طيب لو الضغط بتاع البخار عندنا قليل فايه اللي بيحصل? شايفين? مش هتفتح بنفس الدرجة. طيب لو الضغط عالي بتاع البخار هتفتح جدا. فالاوبن او الجزء اللي هيتفتح. تمام? فنسميه اللينس اوبن. اللي هي اللي هي الحتة دي او الحتة الصغيرة دي او الحتة دي. ده بيعتمد على الايه? بيعتمد او اللي طالع عندنا. لو الضغط عالي او الفلو بتاعه عالي هيفتح جدا. لو قليل هيفتح جزء ايه? جزء قليل. ده اسمه الفل. الفل تمام? هي عادة بيكون فيه زي نقطة كده عشان يبين لك ان هو ايه? ان هو غطى. تمام? طيب. فاحنا كده عارفنا ان لو احنا عندنا الفيبر فلو عالي فبالتالي هيعد في الفتحات اكتر. فبالتالي هيمنع اللي كود من هو يلايك. احنا لو في الحالة اللي عندنا دي لو الفيبر قليل فهتلاقي اللي كود بدأ يلايك. تمام? ودي كارسة بقى. احنا قلنا احنا مش عايزين نلايك خالص. فبالتالي هيأثر على الكفاءة بتاعة الصناية. فندخل على الجزء المهم. ايه هي اصلا يعني ايه كفاءة الصناية? الصناية الكفاءة بتاعتها بتعتمد على ان الفيبر فلو اللي طالع عندك او ان سرايان الفيبر اللي طالع من تحت خلال الفتحات. سواء كانت الفتحات بتاعت اي نوع من انواع التريز الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم. انها قدرة ان هي تعدي من الفتحات دي وتمنع الليكود من ان هو يلايك على الصناية اللي تحتها. فالتري ايفيشنسي بتعتمد تماما على ان ما يحصلش ليكش من صناية لصناية. طب امتى هيحصل اللي عملية الليكش دي لو احنا عندنا الفيبر فلو قليل. فبالتالي الليكود هيبتدي ينزل من الصناية اللي فوق للصناية اللي تحت. طيب بيتحدد ازاي بقى? يعني انا بقعد ارائب بقى صناية صناية ولا بعرف الموضوع ده ازاي? بتعرف ان الكفاءة عن طريق ان انت ابسط حاجة. يعني دي ابسط طريقة تعرف بها الكفاءة بتاعة الصناية اللي عندك ان انت بتكمبير الحرارة او بتقارن الحرارة بتاعة الفيبر على الصناية مع الحرارة بتاعة الليكود الليكود اللي اتنين دول الحرارة بتاعتهم على ايه? على نفس الصناية. طيب الكفاءة بتاعتك اللي اتري عموما بتتراوح من عشرة في المية الى تسعين في المية. ودايما بنحاول ان احنا نشتغل على قد ما نقدر قريب من التسعين في المية. طيب. المية في المية تبقى امتى? لو الحرارة بتاع الفيبر هي هي عصانية نفس الصناية هي هي نفس الحرارة بتاعة الليكود احنا عندنا الكفاءة مية في المية. طيب. زي ايه مسالة نبص للصورة دي. احنا عندنا الليكود داخل عند تلتمية وخمسة والفيبر داخل على الايه الصناية? فين الصناية اهي? اللي انا برسمها باللبني دي هي الصناية. دي اللي هي اللي هي التراي. تمام كده? طيب داخل عليها اهوت من فوق ونازل. فهنا الليكود اهوت داخل عند تلتمية وخمسين. والفيبر داخل عند كام? او طلع لفوق اهوت عصانية. عنده ربعمائة وخمسين. حصل الكنتكت عصانية وامل فيبر طلع هنا. وامل الليكود نزل هنا. الليكود نزل هنا في حاجة اسمها الدون. خلينا نكتب دون. كامر. ده التراي اسمها التراي ديسك. والحتة دي اسمها وير. جزء هو المسؤول على ان هو يشيل الليكود معين. يعني كلما طول كلما شلنا الليكود اكتر. كلما قصر كلما شلنا الليكود اقل. الدون كامر ده زي بوابة كده. هو ده الدون كامر برضو. بس بتاع الصناية اللي فوق. ده اللي بيخلي الليكود ينزل. الليكود بيمشي في الدون كامر. لو الليكود عدى من الصناية يبقى احنا بنلايك. تمام كده؟ والفيبر طالع هو. تمام كده؟ فاحنا عندنا اللي داخل بها الليكود كام? الليكود ان اللي داخل بها الليكود كام? تلتمية وخمسين درجة مقوي او درجة فهرنهايت. طيب الحرارة اللي داخل بيها الفيبر بتسوي كام? بتساوي ربعمية وخمسين درجة فهرنهايت بس الحرارة اللي طلع بها الليكود الليكود اوت هي هي الحرارة اللي طلع بها الفيبر اوت بتساوي كان في الحالتين ادي ربعمية هات وادي ربعمية ايه بنعرفها مالدون يبقى ربعمية درجة فهرنهايت طيام الحرارة متساوية يبقى احنا حصل عندنا كومبيليت كونتاكت وليه الحاجة اللي احنا اصلا عايزينها كومبيليت كونتاكت فيحصل زي ما قال الكتاب فبالتالي احنا الكفاءة عندنا بنتكلم في مية في المية تمام كده طيب ايه الحالة التانية مثلا لو جينا بصينا هنا الحرارة بتاعة الليكود اللي داخل كاميرا جامعة تلتة مية وخمسين داخل عصانية بتاع اللي فوق طيب والفيبر بتاعة الفيبر اللي داخل بتساوي ربعمية درجة في هرنهايت طالع عصانية طيب الحرارة بقى بتاعة الليكود اللي طالع بتساوي كام بتساوي تلتة مية وخمسين درجة في هرنهايت دي نفس الحرارة اللي دخل طيب لو بصينا على الحرارة بتاعة الفيبر او الفيبر اللي طالع من عندنا هلاقيها كام هلاقيها ربعمية درجة في هرنهايت دي نفس الحرارة اللي داخل بها معنى كده ايه الارقام دي بتقولي ان ما حصلش هيت ترانسفير ارماس ترانسفير عصانية ده البخار دخل وطلع زي ما هو والليكود نزل من فوق زي ما هو ما حصلش اي نوع من انواع الاتصال ففي الحالة دي الكفاءة بتاعة الصانية بتساوي صفر في المية ده قالي كفاءة ممكن تحصلها تحصل ايه ده كأن الصانية اصلا مش موجودة فالكفاءة بتاعتها بتساوي زير فاحنا كده عندنا قلنا ان الكفاءة بتتراوح من عشر تسعين في المية بس ممكن تكون صفر في المية لو ما حصلش اي تغير في درجات الحرارة بتاعة الليكود بتاعة الليكود او الغاز او البخار اللي عندنا وممكن تكون مية في المية طيب نيجي للسؤال بقى المهم ايه هي العوامل اللي بتخليه تكون يا اما مية في المية يا اما صفر في المية يا اما الرقم اللي بنحاول انه وصله دايما اللي هو تسعين في المية حاجتين بيقصروا في الكفاءة بتاعة الصواني طبعا الموضوع لازم نكون فاهمينه كويس لازم نكون عارفين ازاي يفهم الرقم ده معناه ايه معناه اللي بيحصل فاحنا عندنا الفاكتورز اللي بتأفكت حاجة اسمها ودي الفيديو اللي جاي والفيديو اللي بعده ان شاء الله هيكون بيتكلم عن ودول اكتر حاجتين بيحصلهم في وانك تعرف تتحكم فيهم معناها انك تحكمت في كفاءة الصينية معناها انك تحكمت في كفاءة شكرا لكم